قلنا في التدخلات السابقة قلنا أنه يجب ترتيب الأولويات نظن الآن رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية على وجه التحديد رهما رتب ملفاته الأولوية اللي رهما يمليحها الآن هي قضية الجوار يعني إلي أنه لما يكون الخطر مداهم يجب أن أولا أن نفكر في الأمر بروية وبيعني بأكثر 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 دقة الآن هذا الاختيار أنا أعتقد أنه بما أنه لما نشوف يجب أن نشوف السيرة الذاتية أو السيدة عبدالعزيز جرود نشوف أنه الإداري الأكاديمي الديبلوماسي والمختص في الجيوستراتيجية ولما نوازيها أيضا بالتعينات اللي ندرت بالتوازي على قيادة في الجيش الوطني الشعبي لحسب الورشات اللي رهي الآن هو الشخصية اللازم الآن هذا يبقى الملفات الاقتصادية طبعا أنا دائما القاعدة اللي نعمل بها نقول أنه المسير الجيد هو المسير الذي يحسن اختيار الفريق ويحسن توزيع المهام الآن إذا كان احنا اخترنا رجل اللي كان على الأمانة العامة للأسجمهورية في وقت ما اللي هو هذا الوقت العصيب جدا العشرية وقتنا يعني الإرهاب كان فيه أوجه كانت الحرب قائمة هو كان مع سيد ليميزروي على رأس الأمن العامة للأسجمهورية اللي هي كانت تلم كامل ملفات والأولوية انتحها كان ملف الأمني ملف الأمني اللي تحقق فيه الوئام الوطني وكانت بوادر مصرحة الوطنية تحطط في المرحلة هذيك هذيك المصرحة الوطنية والوئام عندها رجالتها هذا واحد من أهمهم لأنه كان الأمين للأمانة للأسجمهورية هو اللي يجمع تقريب الفريق طبعا في البيئة من فضلة تقيقة في البيئة معناته الآن احنا قادمين على حوار وطني لأنه الحراك بازال الأجهزة مازل ما تحطتش المشاريع والورشة كلها الآن رايز مفتوحة لازم لنا رجل أو كفاءة أو إنكمبيتنس اللي تقدر تكون عن تلافيزيون نظرة باش تلم هذا الأمور تقع بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي طبعا لأنه احنا رأنا في أزمة وأزمة كبيرة اقتصاديا وماليا خزينة العمية رهيتا إن لازم لها نظرة مستقبلية لو كان على أكورتارم يعني عن مستقبل قريب لكن هل اختيار رجل إداري بالدرجة الأولى سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر اليوم؟ أني قلت لك رجل هذا الرجل بما أنه الآن الكالفي وزكاه رئيس الجمهورية طبعا هو أقرب عنده نظرة أدق وأقرب وعنده معرفة أكبر وشاملة بالرجل يعرف نظن الله أعلم أن هذا النوع من الإطارات هو اللي يحسن اختيار الكفاءات الآن أنا نظن ومتأكد أنه كفاءته ورافيزيون داعه كان على رأس المدرسة الوطنية الإطارة معناته هو كان يخرج في إطارات خمس سنين كان يخرج في إطارات لتسير الجمهورية ما راحش نظن يجيب صعوبات أنه يختار رجل أو اثنين على كل قطاع يعني على الأقل يكون عنده وزير أمين عام أو وزير رئيس ديوان في القطاع نظن باللي حتى في الاقتصاد وفي المالية وفي التجارة أو تجارة خارجية عنده رجلاته عنده إنفزيون عنده تصور وربما عنده مشروع لأنه ميحطوش هكذاك ما هيش أعتباطية نظن أنه تجاوزنا ما حتى لا تعتباطين لأن رئيس جمهورية راح راح بتأني أو يحط رجل برجل وهو عنده الوقت أن يشكل حكومته في أغاية فيها جيد بالحديث عن الحكومة كلف أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول عبد العزيز جراد بتشكيل هذه الحكومة ما هي توقعاتكم بالنسبة لهذه الحكومة الجديدة؟ شوفي طبعا أنا عشق لك لما ننظر البرماريسة عن الرجل أنا شتدخلاته مقبلت عنده تدخلات صحفية ندوات صحفية في قناوات خاصة وعممية وكذا ونشوف المصار المهنيين تعه نظن أنه الرجل أدرى وأعلم باختياره نتحدث على رئيس الجمهورية أما بالنسبة للوزير الأول اللي الآن مكلف بتشكيل الحكومة نظن عنده الوقت الكافي لأنه يختار الرجالات كلهم في قطاعه هو مطالع على الأزمة اللي رهي فيها الجزيرة كان مساهم ومشارك في المرحلة من 22 فبري إلى حد الآن الرجل التدخل يعني بعد تدخل بعد بعض الأسابيع بعض الجمهورات من الحلق الوطني وكان أبدأ أنه رأيه أنه كان يساند ويأيد مطالب الشعبية أنا ذاك اللي هي كانت اللجوء المادة 87 يون مادة 102 وكذا الرجل أبدأ أنه كانت عنده شجاعة الكافية أنه يقول باللي هذا أمر واقع والإيسان اللي عنده هذا اللي بيزيون اللي عنده قضية أنه يتبنى الأمر الواقع نظن باللي رح ينطلق قضية الاقتصاد وقتلق البليا من الأمر الواقع بالشيء اللي خلاته حكمة تصرف الأعمال مثلا مثلا أعطيك على سبيل مثال قانون المالية اللي راح تسطر لسنة عشرين معناته هو يعرف لأنه احنا قلنا وفات سليف وذكرنا أنه القانون تسطر بعجز نظن الآن أكيد أنه عنده مشروع أو عنده فكرة لتغطية هذا العجز أو استدراك الأمر اللي راح يحصل على الأقل سدس الأول من سنة 2020 طيب اختيار عبد المجيد تبون لأكاديمي وصاحب مؤلفات ومقالات كثيرة هل هذا دليل على أن رئيس الجمهورية يريد يعني إعادة الاعتبار للكفاءات والإطارات المظلومة في النظام السابق هذا هو اللي كنا وحد الوقت نقوله أنه تصحير ساحة سياسية تهميش الكفاءات تهميش الإطارات العمل بمبدأ الموالات الجهوية المحسوبية قربك من صادر القرار وكذا باش يتجاوزها تشوف الإنسان الذكي هو اللي يستفاد من دروسه من أخطاء الغير نظن باللي الشعب كامل على باله باللي المنطقة اللي كانت سير به الدولة ما قبل 22 حتى يعني إلغاء العهد الخمسة وكذا لازم يتجاوزه باش يتجاوزه أنه ما نقول شروح النقيد لا بالعكس لازم يصلح الأخطاء يروح المكامل الخطأ ومكامل الإعوجاج ويعدلها بما فيها قضية اختيار الكفاءات لأنه شوفي ما تتوقع ربما بروز أسماء أخرى خلال القادمة؟ طبعا أنا شوفت التصريح تعبوا بعيدة تنصيبه هذا الوزير الأول عبدالزيز جرب قال اللجوء إلى الكفاءات والخبرات الوطنية الآن نحن نتعرفوا ربما عندكم المعلومات أنه كين المنتد الوطني للكفاءات والخبرات الجزائرية اللي هو يعتبر والفكرة اللي تنشأ بها هي كوعاء للإطارات والكفاءات والدراسات اللي ممكن تستفيد منها دولة الجزائر اللي ممكن تستفيد منها الحكومات لأن اختياره أنا أظن كان بك يتروح للإحزاب وقضية الكوطات وقضية الولاءات ونت مشيت معي ونت دلت للحملة الخبية ونت كنت معي ونت لا الآن لازم نروحوا الكفاءات ووحد ما يغيظوا الحل لأن القضية قضية جزائر وقضية مستقبل جيال وقضية ثروة وقضية خطر من دهمنا وكذا لازم نروحوا الكفاءات النازل عندها دراسات وعندها مشاريع لقدر تخدم الجزائر بدون أطمع جميل ربما أستاذ دائما بالحديث على الكفاءات الجزائرية الآن هناك بوادر لحل الأزمة برأيكم هل ترون أنه باختيار وزير أول من عائلة الأكاديمية الآن هل ترون أنه في المكان المناسب يعني هل هو الرجل المناسب لتشكيل حكومة كفاءات تساعد الجزائر للخروج من أزمتها شوفي طبعا بالعامية باش نستفهم النحلة تتمنى العسل تجيب كفاءة بهذا وقام مثل هذا دكتور دولة جيوستراتيجية علومة سياسية جيوستراتيجية كان مدير المدرسة الوطنية يعني هو كان أصلا وراء تخريج دفعات من إطارات الجمهورية أمره أستاذ أبرز نقطة التي أكد المختصون أنه ربما لديه أنه بعيد كل البعد على النظام السابق يعني كل مناصب التي تقلدها سواء في رئاسة الجمهورية كمستشار كان في عهد رؤساء السابقين يعني ليس في عهد الرئيس السابق والنظام السابق يعني هذا ما يستطيع إبعاده على كل شبهات الفسادة ليس كذلك؟ طبعا أنا في البداية أشخدت لك لكن عودوا نولوا المسار المهني يعني على هارم السلطة يعني نعم في وقت الرئيس الأسبق سيد ليمي زروان لما جاء بوطفريقة في التعاوذ سعين حتى الثلاثين تخلى على الرجل تخلى على حتى على الفونكشون اللي كان فيها اللي هي قضية الوكالة الخارجية وكذا تخلى راح كامل مع الفريق اللي كان خدم في الأزمة الفريق اللي يوقف لما كانت الجزيرة على شفا حفرة من الانهياه تم تعرفوا سبعة وتسعين سبعة وتسعين وثمانية وتسعين خلاص يعني انتهت الدولة لو لو يوقوف رجال من هذه القائمات دوسالطاي اللي يوقفو الانذاك وشكلوا هذه خالية الأزمة اللي سيرت أزمة الإرهاب والمفاوضات وقضية الحوار مع العناصر المسلحة اللي كانت تسيطر وتتحكم في المشهد الانذاك وصلوا الجزيرة لأنها وصلت للحافة الانهير حتى صار يدخل فينا قام مثل هذه نظن أنه اختيار أمثل لأنه عاشر حقبات مختلفة خدم مع رؤساء غير ملوثة الرجل من الأياد البيضاء اللي خدمت مقبل ومن الناس الكفاءات اللي مدت للجزيرة دون مقابل في الأخر ونصبرحوا صبرحوا يعني عشرين مدة عشرين سنة هذه مش شوية عشرين سنة وعلى بارك وقتا ربما جمعت عرف معروف أنك لما تحب تقضي على إطار سامي رجعوا أكاديمية يعني رجعوا المدرسة أو المعهد والشي اللي تعرض لها أنه تكون أمين نعم رئاسة الجمهورية في الجزيرة الديمقراطية الشعبية في حز الأزمة ونحك وحطك في مدرستك من الإطارات أمر مقصود ونية مبيتة أنه هذا يجب أن يكون يعني على الجانب طيب نعود نوربا نتحط على تشكيلة الحكومة الجديدة نقول الخطاب الرئيس خطابه الأول للأمة حيث قال أن عنصر الشباب سيكون حاضر بقوة في التشكيلة الجديدة رأيكم أستاذ خاصة أن التركة تقيلة جدا في جميع القطاعات الاقتصادية شوفي أنا الشيء اللي يعاب على رئيس الجمهورية في الخطاب أنه تكلم على أذكار كلمة 27 سنة لأن الناس يقول لك الإطار يقول لك هذا الإطار وكتكن طالب وكتتخرج وكتتوظق وكتدى الخبرة يعني نعب بيعامل الخبرة وكتتضرج في المسؤوليات خاصة أن الريهان اليوم هو الكلام تعالي الجمهورية نظم وكتن مجازي لأن حبي يمد يحرك القوة في الشباب لكي يتحرك لأن الشباب يتشكل في إطار جمعيات في إطار أحزاب في إطار منظمة وطنية يمد الفكرة تحم القوة تحم الطاقة تحم يمد الحكومة يعني تعرف الحكمة بلي أن مراهر طاقات يعني تقدر تلجأ لها بأي لحظة جديدة نظن بالرئيس كان خطاب أولي وكان يعني أول اتصال له بالجماهير كان لازم يعني الخطاب يكون فيه هذا النوع من الحشو هذا النوع من الكلام الجميل أنه نمد القيمة ونعود الاعتبار للشباب وكذا شوفي قضية تبني طاقات الشابة حنشنا مثلا يعني يعني من مدوش مثل ولكن الامارة دارت حكومة الحكومة الحكومة الافتراضية حكومة كيف يسموها الالكترونية كان وزارة في عمارة 24 25 يعني 26 الآن هذاك المثال إذا كان نجح في بقعة في دولة في مملكة في كذا عليها ما نجربوش نحن نستفادوا من الخبرات لأنه نحن لاحن نخلق الضرع نحن ندير نظام حكم بان وفيها ميزة فيها الحوكمة وفيها ترشيد الحكم ترشيد نفقات ترشيد الحياة الاجتماعية لازم يكون عندنا بعد لازم نرسخ ونبنو مبادئ يتبنى المجتمع مجتمع 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 مرض عامة واتفاق حول نموذج مجتمعي ونموذج اقتصادي ونموذج سياسي هنا بلازال لازم نعود لنقل لنقل نبنو هذا الشعار الكبير نرجع للشباب نرجع للطاقات نرجع للإطار نرجع للكفاءات وهذا كان خطاب ستيل برمي كونتاك كان لازم يتضمن هذه الأمورات في خطاب رئيس الجمهورية وشنه ربما اليوم أهم المعايير التي يجب أن تتوفر في الوزراء الجدد الذين سيتوفدون على الحكومة الجديدة خاصة المعايير التي تجعلهم يواجهوا هذه التاركة الثقيلة جدا المعايير ليس بزر كفاءة يجب أن تكون قوة كفاءة يجب أن تكون الأيدي البيضاء يكون متوسط متوسط السن متوسط السن المهني ليس سن السن المهني يكون متوسط على الأقل على الأقل من مينموم سيئة 35 سنة وروح لماذا؟ لأنه يكون عنده الكومي يكون عنده جمع ذاك الرصيد من التدرج في المناصب وكذا ويكون سقلاته التجارب وستقلاته المهن اللي فات فيها باش يقدر يكون منتوج واجد اللي يقدر يمد للجمهورية هذه النظام جديد للتصور جديد للفكر للجمهورية على رأس سيد عبد المجيد تبون ولكن تصور جديد للتبنى قضية الأولوية ترتيب الأولويات من الأولويات اللي يجب أنك لازم لك الكفاءة الشابة أو الطاقات الشابة لأنه ستتعمر في الحكم معناته هذا المشروع ينجح في العهده الأولى في العهده الثانية على الأقل يقدر يطبق البرنامج لماذا؟ لأنه هذه الطاقة نحتاجها والالتفاف والقوة لا تجيش الناس باش تسير المنصب أو تسير الوظيفة أو تسير موقعها أو التموقع لا الشباب اللي راح يمد هذه الدفعة الآن نحن في خطر تكلمي عن الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية وأزمة أخلاق وأزمة سياسة لازمنا عنصر شاب جديد اللي يمد هذه القفزة لأننا نحتاجين السرعة والفعالية هذه من نجي نجي من العنصر الشباب والكفاءات الشباب والطاقة الشباب نظن أعتقد جيد هل ربما هناك بعض الأسماء التي أثبتت حذرها في الحكومة الحالية والتي ربما سيتم الحفاظ عليها في تشكيل الجديد هنا في البلاتو هذا تكلمنا الحكومة الصريف الأعمال قلنا أنه العمل اللي قدماته المنتوج الحصاد بتاع الحكومة الصريف الأعمال لما نعود نوله الكرونروجيا من اللي تنصبت لليوم وشفت المخاض هذك اللي باتت فيه كان بدوي على تقريب عشرين يوم وحلل في الإطارات باش جاب هذا الناس لكن هي مدت صورة مغايرة تماما لأنه العمل اللي قامت به والأمور اللي توصلت لها والقوانين اللي اندرجت والمنهجية اللي خدمت بها أنا لاحظت هذا رأيي خاص لاحظت أنها قامت بعمل ما قامت به أربح حكومة متعاقبة في مقبل ٢٠٢٠ في النظام السابق لا نتكلم عن قانون محلوقات ماذا قانون محلوقات يحال عنده سنة ٢٠٠٠ سنة هو في مخاف ومخرج العلن قانون المالية بالصيغة جديدة لأن نتحدث على قانون انتخاب نتحدث على إعادة كتابة الدستور تكلم على ناس مختصين أو أخصائي الدستور الناس اللي رأي الآن تمد في الفكرة تمد في المبادرات الآن لو كان عاودوا نجمع بارك المبادرات ٢٢٢ المبادرات التي كنا عيشناها ٢٢٢ مروح سنجد رصيد هائل من الفكر ومن الدراسات اللي ممكن نستفاد منها فيما هو قادم على الأقل على الأقل في المدى قريب ما هي ربما أهم تحديات الاقتصادية شوفي هو العجز اللي رأي على رأس وزارة التجارة المالية الصناعة شوفي أولا نجم نستفاد من أن نعود نشرحه المشكي المنينجا ونستفاد من الأخطاء والسقطات اللي قبل حكومة صريف الأعمال ونشوفه كتر بارتي واشتصر من ٢٢٢ ورواح رغم الخضم لهذا المخاض اللي كان صاري والأزمة اللي كان صاري توصلت حكومة صريف الأعمال إلى يعني إنجاز كبير جدا ما ننكروش الفورندر أسيزارسكي أسيزار ما ننكروش من لي أنه كان رجال في الحكومة هذة اللي قامت بعمل كبير أنتي باش إنسان يكون شجاع لدرجة أنه يدير لك مثلا مثلا الفريق اللي دار قانون مالية عشرين عشرين رقم العجز ورقم يعني فقر الخزينة ورقم الشح مصادر تمويل الخزينة إلا أنه دار قانون مالية بصيغة جديدة قانون مالية بلك مكانش الوقت للتفصيل ولكن الشيء الوحيد اللي يعيبه أنه ندار بعجل لماذا لأن الخزينة مالك الخزينة ما عندهش موارد الآن إذا كان احنا اعتبرنا أنه في سوداسي الأول راح نلجأ لأحد الحلين إما التمويل الغير تقليدي يعني البنوش بنسب محددة أو بأجار محددة أو استدانة خارجية استدانة نعرف لازم نكونوا منهجين ونكونوا أذكية منين وكيفاش وشحاش والأجال أيضا لأننا نحن مررنا بتجارب الاستدانة ودفعوا الديون وتخلصوا من الديون وعودنا ولينا الاستدانة نحن لاحقنا ونوصلنا نحن أدلنا لأفامية يعني صندق النقد دولي نحن أعطينا له نحن مولناه موش غريب علينا وما نظنش بلما عندنا شريجالات اللي قادرة تسطر هذه قضية الاستدانة أو الدفع للخزينة العمومية في السوداسي الأول الأمر لو كاننا قدروا نجاوز هذه النقطة فقط عدنا قانون مالية ما شاء الله وليقدر يروح يعني كتقاليد في السنين القادمة جميل ربما في مواعيدنا الإخبارية الفارطة تحدثنا على نقطة مهمة جدا وهي تحليل وزارة الاقتصاد الرقمي هل نحن بحاجة لها في حكومة عبد العزيز جراد طبعا شوفي لكل ملكوش عندك ما يكونش عندك هذه الدعائم والأساسيات اللي تحرك على أساسها الاقتصاد ما تقدرش ما تقدرش تقدرش كانت كينة كانت كينة لمكانت الوزارة المنتدبة للرقم للرقم ناوك هذا كانت كينة لمشتش بزباق سنتين أو ثلاثة اللي كان عليها بوظياف المحتاصم كانوا كينة مشاريع كانت كينة عمل ولكن اللي حكت لوحة النقطة أنه لازم تروح ما تساعدش الناس اللي كانت حكم على الخزينة العمومية والناس اللي كانت قاعدة على مقدرة الشعب تساعدهمش الرقم لأنه الرقم هي وشنو هي عملية فتح أو كشف العملية برمتها هذا تعرف كيف لغانت وكيف لديبانس هنا كارثة يعني هذا كل وقت كارثة الآن الشفافية هذه مطلوبة بهذا الفكرة بالضبط هي رقم لات الاقتصاد بكامل قطاعاته يعني عبر كامل مراحل تحصيل المال العام صرفه والعقلنا والترشيد صرفه من العام يمر بهذا النقطة بالضبط هذا هو شوفي لحد الآن حدنا وحدنا ربما ما قولش في العالم كم شوفوا دول إفريقية وراء وسط الاتيوبيوين وصلت ووجيبوتيوين وصلت وكذا ونحن قاعدين نتكلموا عن هذه النقطة بالضبط نحن الدولة التقريب الوحيدة اللي معدناش لكارتو كريدي ما عدناش حتى التجارب الصغيرة اللي سييناها اللي جربناها ما نجع حتى لكارتة دراسة معمقة على أساس وش عندك وش ركو مسطر الفيزيون اللي عندك المستقبلي لو كان عن المدى القريب الرقمنا مهمة جدا باش ننقلعو تقليعة صحيحة جيد شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل أستاذ سعد سلامي خبر في المالية للأسف نصل لمشاهدين إلى ختام هذا النقاط شكرا لحضرك أستاذ وشكرا لك